موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء آخر مع القصة الجميلة قصة الكنيسة قصة للتاريخ المبارك التاريخ الحي القصة الملهمة المعلمة المشجعة حياة الكنيسة الأولى في سفر الأعمال وما زلنا في الأصحى الرابع من هذا السفر المبارك تحت عنوان ليس اسم آخر ليس اسم آخر طبعا المقصود هنا اسم يسوع المسيح أشرنا من قبل إلى أن هذا السفر المقدس سفر الأعمال يؤكد حضور المسيح بوضوح في الكنيسة الأولى كل أصحاح من هذا السفر يشير إلى عمل المسيح بقوة في هذا الأصحى الرابع وبعد معجزة شفاء المقعد في نتائج مباشرة لهذه المعجزة بعضها سلبي والآخر إيجابي وكلها بتنتهي بامتداد الكنيسة وانتصارها على الأعداء والمقاومين ورد في هذا الأصح أصح أربعة من سفر الأعمال كلمة اسم ست مرات وكلها بتشير بكيفية مباشرة أو غير مباشرة إلى يسوع المسيح الاسم كان بيعبر عن الشخصية والقوة والسلطان بل وحضور الرب وملؤه للمشهد أول حاجة اسم يسوع للقوة والشفاء وده الحقيقة اللي بنلاقيه في سرد القصة وبصفة خاصة للآيات من 1 إلى 12 هذا ما حدث لما حكى بطرس عن ما حدث مع هذا المقعد بطرس وحنى وقفه في رواق سليمان في الهيكل بيكلموا الناس وبيشرحوا ليهم سر شفاء هذا المقعد وإنه باسم يسوع وقف هذا الإنسان أمامهم صحيحا ويمكن كان ممكن ينتهي المشهد عند هذه الصورة لكن بطرس أكمل حديثه بالتأكيد على قيامة يسوع من الأموت إلى هنا لم يحتمل القادة وآتوا للقبض عليهما وحبسهما وأرجو أن احنا نلاحظ نوعية الوفد اللي جه علشان يقبض على بطرس ويحنى منهم الكهنة ودولة اللي كانوا على رأس من دبروا وتآمروا على صلب يسوع وهم كمان اللي أشاعوا بعد القيامة إن تلميذه آتوا ليلا وصرقوا اليسد لكن إلى جانب الكهنة كان فيه قائد جند الهيكل وده طبعا جاي علشان ينفذ عملية القبض على الرسولين وبعدين كمان كان فيه جماعة الصدقيين ودول على علاقة وصيقة بالكهنة ورئيس الكهنة ودول معروفين برفضهم وعدم إيمانهم بالقيامة هذه الجماعة بهذه التشكيلة المسلسة رئيس جند الهيكل والكهنة والصدقيين أتوا معا وألقوا القبض على بطرس ويحنة وضعوهم في السجن في اليوم التالي حدث الاجتماع الكبير أكبر اجتماع للقيادات اليهودية بعد محاكمة المسيح وابتدوا في محاكمة بطرس ويحنة وكان السؤال الغريب بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا خلونا ناخد بأنه بصيغة السؤال فيه اعتراف وإقرار بحدوث المعجزة طبعا يعني مفيش إمكانية يقوم المعجزة فالراجل اللي شوفي واقف مع بطرس ويحنة وهم عارفينه جيدا لأنه كان بيستعط عند باب الهيكل لسنين طويلة فالمجمع بيش بيسأل عن صحة المعجزة لكن بيسأل عن القوة والإسم اللذاني تمت بهم المعجزة هل هي قوة شيطانية مثلا هل هذا نوع من السحر ثم ما الاسم اللي بيستخدموه هل اسم بعليزابول أم اسمه واحد من أنبياء العهد القديم قساوت قلوبهم اللي أغلقت أمام يسوع نفسه يوم كان في وسطهم لم تزل كما هي في قساوتها برفض قدرة يسوع وقوة اسمه المبارك فبيسألوا بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتم هذا بطرس وجد نفسه ومعا يحنة في موقف صعب للغاية هيقول إيه ويجاوب بإيه يمكن وقتها افتكر وعد المسيح قال لهم زمان وفي مت عشرة وآية 19 وعشرين قال لهم هذا الوعد متى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم ويبدو أن السماء رأت أن الحاجة الآن لملء الروح فامتلأ بطرس من الروح القدس وفاها بكلمات واضحة وقوية منها أو هي تعني الآتي شفاء المقعد تم باسم يسوع يسوع المسيح هو حجر الزاوية لكنكم أنتم رفضتموه والخلاص باسم يسوع المسيح وحده وبعدين يختم الرسول بطرس حديثه بعرض 12 بالكلمة المشهورة جدا وليس بأحد غيره الخلاص اسم يسوع الذي شفى المقعد هو ذات الاسم الذي به يخلص الإنسان وكثيرا ما كان الفعل يخلص أو يخلص يعني يشفي فخلاص المسيح هو حتما شفاء للنفس والروح ومازال اسم يسوع ليه قوته وفعليته وإنه النهاردة إن لم يكن لينا السلطان الرسولي كما كان لبدرس وقتها في استخدام اسم يسوع لكن فيه امتيازات كتيرة جدا لينا في استخدام اسم يسوع المسيح اليوم نستطيع أن نكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم باسمه حياة لكل من يؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله ليه حياة لا يضيع أجر من سقى خدامه كأسما باسمه حضور الرب مؤكد بين اثنين أو ثلاثة يجتمعون باسمه فما أعظم هذا الاسم كل الخيرات دي باقية لنا الآن في اسم يسوع فاسم يسوع قوة للشفاء لكن اسم يسوع كمان كان الرفض والعداء عند الفريق الآخر لما رأوا مجاهرة بطرس ويحنى وجدوا إنهم إنسانان عديماء العلم وعميان تعجبوا وبعدين حدث الحوار بينهم وبين بطرس وفي الآخر كان ذا قرارهم لنهدتهم تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع وهنا تسببت معجزة شفاء المقعد في أصاح ثلاثة في أول موجة من الاضطهاد على الكنيسة رغم وضوح المعجزة اللي تمت مع المقعد وقوة الشهادة اللي قدمها بطرس ولم يكن لهم شيء ناقضون به كانوا كأنهم في ورطة شديدة لا يمكنهم الخروج منها القيادات اليهودية فكان صوت أعضاء السنهدريم شاز وغريب كان قرارهم نهدتهما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع نقول بأن قرارهم يعني إطلاق صراحة بطرس ويحنة ومنعوهم من الشهادة الاسم يسوع والسؤال اللي بيطرح نفسه ليه العداء لا يسمي يسوع ليه هذا العداء المتجزل في نفسهم لسبب بسيط لأنه صاحب هذا الاسم كشف ريائهم قاوم خطيتهم هاجموه كتير في حياته على الأرض حاولوا أن يستضوه بكلمة أكثر من مرة فلم يستطيعوا وهجماتهم كانت دايما ترتد عليهم اختلف معاهم في فهمهم لوصايا الله فعلى سبيل المثال السبت هم كانوا بيعلموا بطريقة وهو كان بيعلم بطريقة أخرى قال لهم السبت إنما جوعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت وبالتالي صنع المعجزات كتيرة في يوم السبت معجزات شفاء ورحمة وهم احتسبوه إنه هو بيكسر السبت هاجمهم المسيح في عقر درهم وفي هيكلهم المقدس معينه في الأساس هيكل الله لكن بسبب فسادهم اللوم يسوع هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا دخل يسوع الهيكل أكثر من مرة علشان يطهروا مش بس من موائد الصيرفة وباعة الحمام لكن من الرياء واختباءهم في الهيكل اللي جعلوه مغارة لصوص يعني هم اللصوص اللي بيختبئوا في هذا الهيكل في المغارة طبعا لا يحتملوا هذا الاسم وبيقوموه بكل شدة يمكن افتكروا إنه صلبوا وموتوا هيريحهم وانتهى هذا الاسم لكن اكتشفوا إن بعد موتوا ما زال الاسم ليه فعالية وقوة في حيات هؤلاء الرسل فقالولهم لا يكلم أحد لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع وعملوا دا الحقيقة زي ما احنا شايفين بتهديد وعيد لكن نسمع جسارة بطرس يحنى يقولونهم هذا الكلام في أعمال أربعة الحقيقة وآيات خطيرة قوية جدا جدا آية 19 وآية 20 إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فحكموا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا ثم أخيرا اسم يسوع الوحدة والصلاة الوحدة والصلاة اليوم ابتدى باجتماع يهودي موسع لمقاومة الكرازة باسم يسوع وانتهى اليوم باجتماع الصلاة باسم يسوع ذهب بطرس وحنى إلى بقية الرسل وحكولهم ما حدث ويبدو أن الكل أدرك أن فيه احتياج شديد الآن لاجتماع عاجل للصلاة كان الموقف خطير والمستقبل غير مشجع فلم يكن بديل إلا من رفع الأمر برمته إلى الله يلفت نظرنا في البداية وحدتهم في الصلاة يقول كده في آية 24 رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله حبائي الانقسام في الكنيسة يعوق صلواتها يعطل شهادتها علشان هنا علشان كده هنا كانوا باتجاه قلب واحد بيتقدموا إلى الله في بداية صلاتهم تطلعوا إلى الله زي ما هو في كلمته أيها السيد الإله الخالق لكل شيء المالك صاحب السياد على الجميع كم كانت هذه الكلمات مشجعة ليهم في وقت الاضطهاد وأكملوا صلواتهم بل أكمل الروح لقوله صلواتهم بأن وضع فيه كلمتهم اللي قاله المرنم فيه المزمور التاني لما نقرأ أعمال أربعة والآيات من خمسة وعشرين إلى تمانية وعشرين يرجعوا الكلمات المزمور التاني علشان يعلنوا يقنهم بأن شيئا مما حدث ليسوع لم يكن صدفة أو بفعل أيدي الناس أيدي الناس أشرار لكن الكل كان لتحقيق مشيئة الآب السماوي كم كانت هذه الكلمات مطمئنة ليهم وهم بيصلوا وبعدين قاتوا للطلبة يطلبوا إيه كنا نتوقع ونقدر نقول من حقهم كمان أنهم يطلبوا حماية لأنفسهم يطلبوا تتحسن أحوالهم أو أن الرب ينتقم من أعداءهم أبدا لم يطلبوا شيء من هذا على الإطلاق بخصوص الحبس والاضطهاد والتهديد والألام صاغوا احتياجهم في كلمة واحدة قالوها للرب أنظر إلى تهديداتهم وانتهت المسألة دي انتهت مسألة الاضطهاد والضيق والألام والحبس وكل ده انتهت بهذا أنظر إلى تهديداتهم لكن طلتهم الحقيقية اللي خدت الوقت الأكتر في صلواتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة هم حرصين على استمرار الشهادة والإعلان مهما كانت تمن وعلشان كده سألوا ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع كانت معجزة شفاء المقعد بابا لإعلان رسالة الإنجيل وبقوة وسبب الإيمان وتحول الكثيرين وانضمامهم الكليسة فكانت الآيات والعجائب ضرورية في ذلك الوقت لتثبيت كلامهم ولشهادة الله معهم وكان البشير لوقى حريص أن يقول لنا عن استجابة الرب لصلواتهم وتحقيقة البتهم فيقول لنا في آية 31 فلما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح الكدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة ده اللي طلبوه اللي طلبوه أخيرا اسم يسوع في أعمال أربعة الشركة والعطاء لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة لم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة كان الرسل يؤدون الشهادة بقوة عظيمة والرب كان يبارك لأنه هم باسم يسوع بيعلنوا الرسالة وباسم يسوع قدروا يكون عندهم شركة قوية ورائعة جدا في العطاء إذن امتلأ الجميع من الروح الكدس وتبارك الجميع أيضا بهذا الأمر واسم المسيح هو اللي وحدهم في العطاء في ذلك الوقت توحدت القلوب واستمرت شهادة الرسل وساد روح الشركة والفرح بين الجميع بسبب النجاح والنمو والقوة والخبرة العملية الميدانية إنه بتدوا يفكروا في شركة العطاء فيش حد محتاج اللي عنده بيعطي ما ليس له الحد قال إنه دي اشتراكية مبكرة قبل الاشتراكية الشوعية لكن دي الحقيقة مش اشتراكية بالمعنى اللي نادر به الشوعية بعد كده الشوعية كانت بتقول كل ما لي الشوعية كانت بتقول كل ما لك فهو لي لكن الكنيسة بتقول كل ما لي فهو لك فالعطاء وشركة العطاء كان عن طوعية وبيدافع المحبة ده بسبب اسم يسوع اللي وحدهم مع بعض حبائي هذا الاسم المبارك ده الارث العظيم اللي لينا النهاردة اسم يسوع لينا الحق في هذا السلطان في السلطان المرتبط باسم يسوع قد ديها تكون النتائج مذهلة لو الكنيسة احسنت استخدام اسم يسوع في العبادة والكرازة والخدمة والعطاء والشركة معا وكل هذه الامور المباركة محتاجين نجلس امام الله بالتضاع ليعلمنا من جديد اعلام واستخدام اسم يسوع ليس اسم اخر اعطيه بين الناس ينبغي ان نخلص هو اسم الوحيد اسم يسوع المسيح الى لقاء جديد بمشيئة الرب في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم والرب معكم اشتركوا في القناة